لماذا تنصل خليفة حفتر الآن من اتفاق صخيرات بين جهات النزاع الليبي؟ وهل من دلالة للتوقيت؟ ما موقف الدول الإقليمية المؤثرة في الملف الليبي؟ من التفاعلات الناشئة عن موقف حفتر وإصرار المجلس الرئاسي للحكومة الليبية على استمرار هاتين المؤسستين في المرحلة الراهنة؟ كيف ستتعامل الأمم المتحدة مع حالة الانسداد السياسي في ليبيا؟ وهل لديها رؤية لإلزام جهات النزاع بمضمون خطتها لحل الأزمة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ما دلالة تنصل حفتر من اتفاق صخيرات؟